نكمل مع حضراتكم وركزوا معي بقى في الخبر اللي جاي ده عشان خبر في منتهى الأهمية وهكون دقيق جدا في كل المعلومات اللي هقول لحضراتكم وارجوكم تاخدوا المعلومات اللي هقولها دي بالدقة اللي هقولها دون زيادة أو نقصان كالوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني يدخل دائرة الترشحات في النادي القاعد نمشي كلمة كلمة كده بس نمشي واحدة واحد يدخل دائرة الترشحات يعني أولا كده قبل ما أفتح الكلام وأحكي لكم الحكاية لأهل تفوض مع رسمي هو نفسه ممكن ما يبقاش عارف إن الأهل عايزه ولا الأهل بنسبة 100% عايزه هي بس اسم اتحطة على الطاولة كالوس كيروش ممكن يضرب الأهل ينفع يضرب الأهل حد من الناس أصحابي القرار يعني في الأهل عرض كالوس كيروش طيب هل ده معناه أصلا إن بيتسو موسماني ماشي لسه ما فيش قرار بداه ولسه ولسه ما فيش حسن لمصير بيتسو موسماني لا البقاءه لنهاية عقده ولا البقاءه لنهاية الموسم ده بس ولا الرحيله دلوقتي تمام بس دايما في الأمور زي دي فيه ناس بتيجي وتعرض أسماء بتقول لو أنت فكرت وتمشي موسماني خد كالوس كيروش مثلا وخد سين وصد وضاد وكل الحروف في أسماء بتتعرض طبعا فيه فايلات عشان لو مش في أي وقت دي حاجة طيب ليه كالوس كيروش تتعرض لو بيتسو موسماني هيمشي دلوقتي فالراجل ده عارف لعيم النادي الأهل وعارف الكرار المصرية وعارف تفاصيلها اسم كبير مرتب بتاعه ممكن يبقى قال لي كمان من مرتب بيتسو موسماني عقده يعني فما فيش حاجة تمنع أو أنه كالوس كيروش يجي النادي الأهل إيه بس الحاجة الوحيدة الممكن تمنع كالوس كيروش أنه يجي النادي الأهل دلوقتي أو في المستقبل إنه بقى له فترة ما بيدربش عنديه هو بيدرب منتخبات فقال هو أصلا عنده ساعة يضرب نادي ولا لأ ده بشكل عام طيب هل النادي الأهل حاجة مغرية القالوس كيروش أو لا طبعا ليه لكذا سبب أول سبب عارفك ده ده القالوس كيروش وغيره ليه كل المدربين في العالم مش طبعا مش الكلاسي مش الأسماء اللي بتضرب بقى فرق كبيرة في أوروبا بس ليه المدربين لو الأهل عرض عليهم يفكروا في الموضوع يعجبهم الموضوع هو جاي للنادي الأكبر في القارة الأفريقية هو جاي للنادي صاحب البطولات الأكبر في مصر هو جاي للنادي اللي عنده استقرار إداري كبير هو جاي للنادي اللي هيضمن فيه فلوسه وعقوده وكل التفاصيل دي هو جاي للنادي قوام فريقه لعب منتخب مصر فهو بالنسباله الموضوع ممكن يبقى مغري بس ده لو هو بيفكر يدرب نادي مش منتخب ده واحد ده لو الأهل أصلا قرر يمشي بيتس موسيماني أو يكمل معا ما نعرفش ترجمة نانسي قنقر